خبر عاجل ومهمة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية سيد عبدالأمير الشمري حصلت موافقة مدير عامل أحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي على نقل النفوس لغرض فك الزخم وتسهيل أمور المواطنين الذين قدموا طلباتهم عن طريق برنامج حكومة المواطن عبر الرابط التالي في بغداد والمحافظات وكما مبين أسمائهم بالقوائم أدناه وحسب الحروف الأبجادية راجين مراجعة مديرية شؤون الأحوال المدنية الواقعة في شارع الرشيد قرب جسر السينك كما نهين بالمواطنين الكرام بالمتابعة كونه سيتم النشر ارتباعا لباقي القوائم انتهى الخبر تحياتي الإعلامي على الدلوي